خلينا نأخذ مع حضراتكم أستاذ هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركة السياحة بسرعة الخير أستاذ هشام أهلا بيك يا فني مؤهلا بسيدة المشاهدين كيف يعني هذا الخبر أن مصر هي الثانية أفريقيا بالمطارات المعتمدة صحية؟ هو طبعا بالنسبة للمجلس المطارات اللي هو ACI أعلن أن مصر خادت المطار القاهرة خادت شهادة الاعتماد الصحي اللي هي الـ A-H-E وده يعتبر المطار السادس بعد مطار الغرباء والأقصر وأصوان وبرج العرب وطبعا يعتبر مصر هي الدولة الثانية في أفريقيا ست مطارات بعد بنوب أفريقيا هي بنوب أفريقيا كان فيه اعتمد تسعة مطارات ومصر يعتبر تاني أكبر دولة في أفريقيا يعتمد ست مطارات صحية فيها وده طبعا مؤشر كويس من خطرة جاية أهمية هذه الشهادة بالنسبة للمطارات المصرية فن إنه طبعا لما تيجي تبطيري السياحة الخارجية بيبص إيه المطارات المعتمدة دوليا صحيا اللي هو آمنة من كل المجالات يعني هيعتبر مصر هتبقى من أول الـ أن الناس هتبطير يتفكر فيها لأن الناس هتبطير يتفكر على المدن الصحية من أول المطار لحد الخنادق والبقاء الصحية اللي بتنفذ والطبعا طبيعي وطبعا خطوة أنا شايفة أن مصر الحمد لله تهبط مطاوات إيجابية بالنسبة لأنها واحد صحية وده الأهم في الفترة ما بعد كورونا لأن السياحة ما قبل كورونا هتختبر قبل كورونا لأنها هتختبر على الصحة في الأساس بشكرك جدا وصيش نهم إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركة السياحة